جاميا يصبح رئيساً غامبياً سابقاً بعدما تنحى عن السلطة وغادر البلاد متوجهاً نحو غينيا الاستوائية التي اختارها كبلد للجوء وغادرة تأتي بعد اتفاق يتكون من أربع عشرة نقطة يضمن لجاميا عدم الملاحقة أو المتابعة له أو لأي من أفراد عائلته أو المقربين وكذا حقه في العودة إلى غامبيا متى ما أراد ذلك كما ينص الاتفاق على عدم خضوع البلد المضيف لأي ضغط من أية جهة سعياً إلى تسليم جامع أو التضييق عليه بند الاتفاق ورغم رعايتها من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة فإن السنغال وعلى لسان وزير خارجيتها اعتبر أنها غير ملزمة وأنها لم توقع من طرف أي رئيس الرئيس الغامبي المنتخب آداما بارو المنصب قبل أيام بمقر السفارة الغامبية بذاكار قال في مقابلة مع بي بي سي آفريك إنه سيعمل على إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة هدفها تقص الحقائق في الانتهاكات التي ارتكبت خلال فترة حكم سالفه يحيى جامع وإن الأخير معني بذلك وغير أن بارو ورغم مغادرة جامع السلطة إلا أنه لم يدخل الأراضي الغامبية بعد وقالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إنه لن يغادر داكار قبل تأمين جميع الأراضي الغامبية وتتحدث مصادر عن انتشار أربعة آلاف جندي سنغالي ونيجيري بغامبيا في إطار تأمينها وتؤكد ذات المصادر أن الإكواس تسعى إلى رفع العدد ليصل سبعة آلاف جندي وستبقى في البلاد لبعض الوقت الرئاسة الموريتانية ووفق مصادر إخبارية أجرت اتصالا بالجهات التي ترعى بنود الاتفاق بشأن تنحي جامع عن السلطة وأبلغتها أن الاتفاق لم تنفذ بعد منه إلا نقطة واحدة هي مغادرة جامع الأراضي الغامبية وإن ما حصل في البلاد يعتبر خرقا للاتفاق داعية إلى تنفيذ باقي البنود ومباشرة بارو لمهامه في أقرب وقت ممكن